طيب استكمالا لملف الاقتصاد والمشاريع وعلى مستوى بقى الشغل اللي بيحصل فيه الداخل المصري في المحافظات المختلفة كل محافظة دايما بيكون لها خصوصيتها والمزايا النسبية الخاصة بها فازاي انك يعني يتزود من هذه الميزة النسبية وتستغل لها وتبقى فيه مشاريع متنسبة مع الخصوصية الخاصة بهذه المحافظة دا يمكن اللي بيحصل فيه محافظة الوادي الجديد النهاردة ريس اجتمع مع محافظة الوادي الجديد ستلوى محمد الزمرلوت واسناء الاجتماع دوان ريس كان بيتطلع على الموقف التنفيذي بالنسبة له المشروعات الاستراتيجية المختلفة اللي بتحصل فيه المحافظة ووجه ريس انه طبعا يتم موسط تنفيذ الخطط التنموية فيه المحافظة لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة كان فيه حديث بقى مفصل عن المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة في محافظة الوادي الجديد دا اللي انا بقول لحضراتكم دا لانتاج التمور دا غير كمان موضوع زراعة النخيل زراعة الزتون وانتاج زيت الزتون والتصنيع طبعا وكمان التنسيق اللي بيحصل مع الجهات البحثية في مصر لزراعة النباتات العطرية والطبية وتوطين الصناعات القائمة عليها في المحافظة خلونا نسمع تفاصيل اكتر في التأرير اللي جاي ونرجع لحضراتكم اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء محمد الزمنلوت محافظ الوادي الجديد صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية المختلفة في محافظة الوادي الجديد موجها سيادته بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في المحافظة للاستغلال الامثلي للفرص الاستثمارية المتاحة مع توفير مقاومات النجاح لتحقيق اقصى عائد اقتصادي وخدمي لاهالي المحافظة وقد قام اللواء محمد الزمنلوت بعرض مستجدات العمل في مختلف المبادرات والمشروعات بمحافظة الوادي الجديد في كافة المجالات خاصة في قطاع الزراعة والمقف التنفيذي لاستصلاح الارادي وجهود تشجيع الاستثمار الزراعي وذلك للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لا سيما القمح كما تم عرض سير العمل في المبادرات الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة للتوسع في انتاج الطمور بمحافظة الوادي الجديد فضلا عن جهود زراعة الزيتون وانتاج زيت الزيتون وكذا التنسيق القائم مع الجهات البحثية في مصر لزراعات النباتات العطرية والطبية وتوطين الصناعات القائمة عليها في المحافظة واستعرض ايضا السيد محافظ الوادي الجديد تطورات انشاء المجمع الحكومي نموذجي المتكامل والمميكن بالمحافظة الذي يضم كافة المقررات الفرعية للاجهزة والمصالح الحكومية الخدمية الى جانب عرض الموقف التنفيذي لشبكة الطرق والمحاور بالمحافظة